الفعل الماضي مع أنتم أنتن هن يبنى الفعل الماضي الصحيح السالم على الضم مع ضمير جمع المخاطبين أنتم كأن نقول أنتم كتبتم أنتم فعلتم أنتم سجدتم كما يبنى الفعل الماضي الصحيح السالم على السكون حين يصرف مع ضمير مخاطب لجمع المؤنث أنتن بسبب اتصاله بالتاء المتحركة مثال ذلك أنتن كتبتن أنتن فعلتن أنتن سجدتن وكذلك يبنى الفعل الماضي على سكون وفتح مع هن ضمير جمع الغائبات لاتصاله بنون النسوة مثال ذلك هن كتبنا هن فعلنا هن سجدنا التمرين الأول سل بين الضمير المخاطب وما يناسبه مما يأتي أنت أنت أنتما أنتم أنت أنت مجدون مجتهدتان نشيطة نشيطة متفوق لاعبات الإجابة أنت 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 نشيطة أنت أنتما مجتهدتان أنتم مجدون أنتنا لاعبات التمرين الثاني أقمل الفراغات في النص بالفعل المناسب ملأنا ملأوا ملأت رفعنا رفعتنا رفعوا رقصنا رقصوا رقصت تبعنا تبع تبع قفز قفزنا تقفزنا خرجت النسوة إلى الوادي والأجواء شراحا بزغاريدهن والفتيات على أنغام شعبية والأولاد من فوق الخيول والرجال والنساء الجحفة وهي تتمايل إنه عرص في البادية الإجابة خرجت خرجت النسوة إلى الوادي وملأنا الأجواء شراحا بزغاريدهن والفتيات رقصنا على أنغام شعبية والأولاد قفزوا من فوق الخيول والرجال والنساء تبعوا الجحفة وهي تتمايل إنه عرص في البادية التمرين الثالث أتأمل المشهد وأعبر عنه بجملة يكون الفعل فيها ماضياً مسنداً إلى أنتم الإجابة أنتم حرثتم الأرض بالمحراث الميكانيكي وزرعتم القمحة والشعير لفصل الصيف شكراً لعمل قامل اشتركوا في القناة